موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله هذه نشرة أخبار الثالثة نبدأها بأبرز العنوين موسيقى أبناء شعبنا يشيعون الجثمانية شاب الحمايدي والطفل أبو النجا جنوب قطع غزة موسيقى الحمد لله يؤكد أن شعبنا ملتفون حول موقف سيد رئيس المتمسك بالثوابت ولن نخايد على حقوقنا موسيقى قناة إسرائيلية تؤكد تضاؤل فرص نجاح صفقة القرن بسبب المواقف الصلبة لسيد الرئيس والقيادة الفلسطينية موسيقى إلى تفاصيل هذه النشرة شعبنا وشعبنا في المحافظات الجنوبية جثمانية شهدين محمد الحمايدي 24 عاما من رفح والطفل ياسر أبو النجا 13 عاما من خان يونس الذين ارتقي جراء اطلاق جنود الاحتلال نيران أسلحتهم تجاه المتظاهرين السلميين شرق قطع غزة المزيد من التفاصيل وتقرير محمد أبو حطب الشهيد ياسر أبو النجا 13 عاما لم تشفع له طفولته من آلة القتل الإسرائيلية التي ما زالت تحصد أرواح الأبرياء من أبناء شعبنا فالقناصة الإسرائيلية تعمدت استهدافه بطلق ناري متفجر في الرأس ليسجل استهداف الأطفال في مسيرة العودة رقما قياسيا في جرائم الاحتلال ضد شعب ألم وغضب خيم على المشاركين في تشيع الشهيدين ياسر أبو النجا ومحمد الحمايدة في محافظتي رفح وخانيونس حيث ردد المشيعون هتافات تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي مطالبين المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بتقديم لوائح اتهام لمحاكمة قادة الاحتلال بسبب هذه الجرائم المتواصلة ضد المشاركين السلميين في مسيرة العودة مؤكدين على مواصلة النضال والاحتجاجات بكل الطرق التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية من غزة حمد ابو حطب تلفزيون فلسطين هنى سيد الرئيس محمد عباس نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لمناسبة الاحتفال بذكرى الخامسة لثورة يونيو المجيدة وعرب سيادته في البرقي عن أمانه لرئيس السيسي ولبلده وشعبه شقيق بتحقيق المزيد من تقدم والازدهار مثمنا في الوقت ذاته مواقف مصر القومية داعمة دوما لقضايا أمتنا العادلة في مقدمتها قضية فلسطين وأكد سيد الرئيس ثقته بأن مصر بقيادة رئيس السيسي الشجاعة ستواصل دورها الرائد وستظل حصن الأمة وقلعتها الصامدة في وجه التحديات جدد رئيس الوزراء الرامي الحمد الله تأكيد على رفض القيادة التقايد على حقوقنا وثوابتنا الوطنية وأكد الحمد الله في كلمته خلال وضع حجر الأساس لضاحية الزيتون في زواتا بنابلس أكد أن شعبنا ملتف حول موقف سيد الرئيس محمود عباس المتمسك بالثوابت الوطنية الأصيلة لقد أكدنا ولا نزال نؤكد أننا لن نقائد على حقوقنا وثوابتنا وإن شعبنا ملتف حول موقف فخامة الأخ الرئيس محمود عباس المتمسك بالثوابت الوطنية الأصيلة ولن نقبل بإصقاطها أو إلغائها أو تجاوزها هذا ووضع رئيس الوزراء الرامي الحمد لله حجر الأساس لمشروع ضحية الزيتون على أراضي قرية زواتة غرب مدينتنا بالاستقرير بكر عبدالحق ضحية الزيتون والتي سميت تيمنا بزيتون فلسطين المبارك تدشن المرحلة الأولى من مراحل بنائها ووضع حجر الأساس لها في احتفالية رسمية جرت بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد لله ووزراء أمن الحكومة وممثلي فعاليات ومؤسسات مختلفة احتفالية أريد من خلالها أن تكون لها رمزيتها المتمثلة باهتمام القيادة بدعم مشاريع الإسكانات التعاونية وتسخير مختلف الإمكانيات بهدف دعم صمود المواطنين في أرضهم نجتمع اليوم بإذانا ببدء العمل بهذا المشروع التعاوني الرائد في وقت نحتاج فيه للمزيد من التجذر بالأرض وحمايتها من الأطماع والسياسات والممارسات الإسرائيلية التعسفية فإسرائيل ماضية بتصريدها الاستيطاني المحموم وغير المسبوق لتكريس احتلالها وتشتيت حقوقنا وتجديد سيطرتها على أرضنا ومواردنا وتهجير واقتلع شعبنا إحنا مهمتنا الأساس في دولة فلسطين الآن أن نمكن شعبنا على الأرض وتمكن شعبنا على الأرض البقاء على هذه الأرض أول أولوياته اللي هو إيجاد مأوى ومسكن وهذه أصلا هي الاحتياجات الأساسية ضاحية الزيتون إحدى أهم المشاريع الاستراتيجية لنقابة المهندسين وهي ثمرة تعاون النقابة مع المؤسسات المختلفة في مقدمتها بلدية نابلس ناهيك عن كونها مقدمة لشراكات جديدة ستفضي إلى إنشاء مزيدا من الإسكانات التعاونية الأخرى هذا ما شروع من أحسن مشاريع وإن شاء الله ربنا يوفقهم وهنا كبلدية طبعا كل خدمات من مياه وكهرباء ومجاري هي منطقة خارجة حدود المدينة لكنها قريبة جدا حدود المدينة فالخدمات ستكون من بلدية نابلس هناك خطة شاملة متكاملة لمساعدة المهندس في البرحلة الأولى والمهندسين ومن ثم بعون الله سننتقل بإسكانات تعاونية بالتنسيق مع النقابات الأخرى لتحريك العجلة الاقتصادية وبناء مشروع تنموى متكامل يعتمد على سواعد فلسطينية في هذا الإطار تقام ضاحية الزيتون على أراضي قرية زواتا غرب نابلس على أكثر من سبعة آلاف متر مربع أراض لطالما كانت تتجه أعين الاحتلال صوبها وتشمل الضاحية سبعين وحدة سكنية ستصمم بشكل عصري ونموذجي تحتل الإسكانات التعاونية أهمية خاصة لدى المواطن والمسؤول على حد سواء فهي تشكل دعامة أساسية من دعائم الصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال فإيجاد المسكني يعني ثبات المواطن على أرضه أمام غولي الاستيطان المستعر بكر عبدالحق تلفزيون فلسطين نابلس ذكرت القناة العشرون الإسرائيلية أن تقديرات المباوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر والمباوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جريم بلات تشير إلى أن فرص نجاح خطة السلام الأمريكي التي يجري الحديث عنها منذ عام ونصف منخفضة جدا المزيد من التفاصيل وتقرير إيهاب الضميري في الوقت الذي بدأ فيه مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وجيسون جريم بلات الترويج في دول المنطقة لما تسمى صفقة القرن عدى إلى بلادهما بخفي حنين وفق ما ذكرت الفضائية العشرون الإسرائيلية والتي أوضحت وفق تقرير لها أن تقديرات المبعوثين الأمريكيين بعد انتهاء جولتهم لدول المنطقة تشير إلى فرص ضائلة جدا لنجاح الخطة الأمريكية التي يجري الحديث عنها منذ عام ونصف هذه الصفقة لم يكن يكتب لها النجاح منذ البداية لأنها أولا تتبنى الموقف الإسرائيلي بالكامل أخذت خطوات غير قانونية وغير شرعية خاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين حاولت إخضاع الإرادة العربية والإقليمية للأولويات الإسرائيلية حاولت تقديم مكاسب لإسرائيل وابتزاز الجانب الفلسطيني الفضائية العشرون الإسرائيلية أفادت بتقريرها أن السبب الرئيس وراء تراجع توقعات كواشنير وغرينبلات بنجاح خطة ترامب لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو المقاطعة المطلقة التي فرضتها القيادة الفلسطينية ممثلة بسيد الرئيس محمود عباس على الإدارة الأمريكية بشكل عام وعلى عملية السلام التي تقودها الولايات المتحدة بشكل خاص لسيما بعد الرفض الفلسطيني استقبال الوفد الأمريكية رغم استجداء كواشنير لقاء السيد الرئيس محمود عباس نتيجة لتحركات كثيرة ومكثفة من قبل القيادة ومن قبل آخرين أيضا يدركون خطورة مثل هذا الطرح بل بدأت الأمور تتضح للإدارة الأمريكية بأنها غير قابلة للنجاح صحيفة هارتسال عبرية ذكرت في ذات السياق أن دولا عربية طلبت من المبعوثين الأمريكيين عدم نشر تفاصيل السفقة لعدم تلبيتها لطموحات الشعب الفلسطيني وهو موقف داعم لحراق القيادة التي تواصل مساعيها لمواجهة هذه السفقة التي تنتقص من حقوق شعبنا وتدير ظهرها لقرارات الشرعية الدولية خاصة بعد إعلان إدارة ترامب القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وتقليصها مساعداتها لوكالة غوثي وتشغيل اللاجئين إيهاب ضميري تلفزيون فلسطين هذا وترفض القيادة صفقة القرن لأنها تنتقص من حقوق شعبنا وتكرس الاحتلال والاستيطان كأمر واقع لماذا ترفض القيادة الفلسطينية صفقة القرن؟ لأن صفقة القرن أو صفعة القرن كما أطلق عليها السيد الرئيس تعني إلى دولة فلسطينية على خط الرابع حزيران صفقة تجرم الشهداء والأسرى والمناضلين صفقة ستحرمنا من القيامة والأقصى والحرم الإبراهيمي وتكرس الاحتلال والاستيطان كأمر واقعي وتفتت أرضا حلمنا بها أن تكون موطنا لكل فلسطيني تحت الشمس نرفض صفقة القرن وفاء للشهداء والأسرى والجرحى نرفض صفقة القرن حبا للقيامة والأقصى نرفض صفقة كوشنير ومن قبله ترام لأنه ليس منا أو فينا من يفرط بذرة تراب من القدس صفقتكم ولدت ميتة خذوها وألقوا بها بعيدا هذه الأرض الفلسطينية هي أرض الكنعانيين أجدادنا منذ ما قبل سيدنا إبراهيم منذ ما قبل سيدنا إبراهيم ونحن موجودون في هذه الأرض بشكل مستمر ومع ذلك يتحدثون عن أرض الآباء والأجداد فلسطين ليست سلعة تعرض على طاولات اللئام فلسطين أرض وشعب لها علم ورئيس ونشيد وستكون يوما كما نريد فالاحتلال والانقلاب لا زوال والهارب والمتآمر نحن منه براء وجعجعة صفقتكم ليست أكثر من عوائن في الصحراء محمد البروثي تلفزيون فلسطين أعرب مايكل لينك مقرر الأمام المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين عن قلقه إذا تدهر أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء ضم الإسرائيلية الفعلي والتدريجي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية وإنشاء مناطق عسكرية مغلقة وإجراءات عنصرية أخرى وأوضح لينك بعد طلقيه تقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية أوضح أن إجراءات الاحتلال تعد بمثابة تجاوز كبير للقانون الدولي مشيرا إلى أنه يجب عدم تجاهل تأثير التوسع للسيطاني المستمر على حقوق الإنسان هذا وتبنى البيان الختامي لمؤتمر المرأة للاشتراكية الدولية المنعقدة في جينيف توصيات حركة فتحة التي طالبت المجتمع الدولي برفض صفقة العصر والعمل على حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ودائما للوصول إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ورفض أي تسويات خارج الشرعية الفلسطينية التي تقودها منظمة التحرير كما وتبنى البيان الختامي توفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها ووضع المجتمع الدولي أمام كل مسؤولياته بدأت سلطات الاحتلال تجهيزاتها للمهرجان التهويدية المسمى مهرجان أنوار والمقرر عقده في الأيام القادمة على أسوار البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة وثبتت فرق الاحتلال معدات العرض فوق المباني المطلعة على باب العمود وتم تركيب نظام إضاءة على طول شارع السلطان سليمان القانوني تعكس رسومات وصور تهويدية إلى مدينة الخليل حيث اعتدت مجموعة من المستوطنين بحراسة مشددة من جنود الاحتلال على عائلة العز بالضرب المبرح واحتجزت نجلهم لساعات طويلة المزيد من التفاصيل وتقرير عزمي بنات وسط البلدة القديمة بالخليل وتحديدا في حي تلرميدي تعاني عائلة العز كغيرها من العائلات التي تقطن في الحي من إجراءات الاحتلال التعصفية واعتدات المستوطنين التي كان أخرها قيام عدد منهم بالاعتداء على أفراد العائلة كانوا طلعين حوالي خمس مستوطنين صاروا يتمشكلوا معه هيك وبعدين أخوي صار يدفع عن حاله وقعد يصيع عشان يجي شباب الحار يدفع عنه معه كمان الحال بات في الحي مأساويا كما يروي المواطنون هناك بفعل إجراءات الاحتلال فلا يمر يوم دون تسجيل اعتداء أو انتهاك لحقوق المواطنين خاصة من مستوطني مستوطنة راماتيا شاهية المستوطنين تحركش فيه أجوا خمس مستوطنين تحركش فيه ضربوني لطخوني حجر في الرجلي كمان سرقوا المعدات اللي أنا بتمرن فيها حيث الليرميدي الذي شهد في الفترات الماضية مسيرات طالبت بوقف اعتداءات الاحتلال المتمثلة بحواجز تقطع أوصاله وتفتيش مذل من خلال منع أقارب سكانه من زيارتهم خاصة أن الاحتلال ينظر إلى سكان الحية على أنهم أرقام للدخول والخروج من منازلهم وتتصان إجراءات الاحتلال بشتى الوسائل القمعية ضد سكان حيث الليرميدا في الوقت الذي يطالبون به بحياة كريمة من خلال مسيراتهم السلمية التي هددت بالاعتقال من قبل الاحتلال من حيث الليرميدا وسط الخليل عزمي بنات تلفزيون فلسطين في شن آخر استنكرت حركة فتح الهتافات التي خرجت من أفواه بعض الإيرانيين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية ضد شعب الفلسطيني المناضل والتي تمنت الموت للفلسطينيين وأكد المتحدث الرسمي باسم الحركة أسامة القواسمي أنه من العار يظن البعض أن الأزمة الاقتصادية في طهران سببها دعم شعب الفلسطيني فإيران لم تقدم شيئا لشعبنا على الرغم من وقوف حركة فتح ومنظمة التحرير إلى جانب ثورة الخميني في الشأن العربي والدولي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المصريين أوقفوا موجة التطرف والفرقة التي كانت تكتسح المنطقة مشددا على نجاح بلاده في محاصرة الإرهاب ووقف انتشاره رغم الدعم الخارجي الكبير الذي تطلقاه الجماعات الإرهابية وأوضح الرئيس السيسي في كلمته في ذكرى الثلاثين من يونيو أن مصر واجهت ثلاثة تحديات رئيسية كانت كل منها كفيلة بإنهاي أوطان وتشريد شعوب بأكملها وهي تحديات غياب الأمن والاستقرار السياسي وانتشار الإرهاب والعنف المسلح وانهيار الاقتصاد أعلنت المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين بجنوب سوريا وصل إلى 160 ألف شخص وقال المتحدث باسم المفوضية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري إن المفوضية تتوقع زيادة هذا العدد ويأتي ذلك وسط تقارير حول وقف إطلاق النار بجنوب سوريا ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاحتمال رفع العقوبات التي تفرضها بلاده على روسيا وقال إن إمكانية تحقيق ذلك يعتمد على أفعال موسكو وأضاف الرئيس الأمريكي بأنه يعتقد بأن قمة رسمية هي الأولى من نوعها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 من شهر المقبل في ضواحي العاصمة الفنلندية هلسينكي ومن المقرر أن يبحث زعيمان إحياء العلاقات المتدهورة بين البلدين وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة للأجندة الدولية وما الآن مشاهدين نتحول إلى حالة الطقس والزميلة نتالي أرانتيسي مساء الخير مساء الخير وديع شكرا أهلا بكم مشاهدين الكرام في أحوال الطقس تسود فلسطين اليوم أجواء غائمة جزئيا إلى صافية ولطيفة وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة أما الرياح فتكون شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا وفي ساعة الليل تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية وباردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بعض المناطق أما بالنسبة ليوم غدا فترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل وتكون الأجواء صيفية عادية وصافية بوجه عام هذا وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي يومي الاثنين والثلاثاء أما الآن ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى درجات الحرارة في بعض المدن الفلسطينية حيث سنبدأ من العاصمة القدس المحتلة فمن المتوقع أن تسجل سبعة وعشرين ننتقل إلى رمالة خمسة وعشرين أما نابلس تمانية وعشرين طباس واحد وثلاثين جنين أيضا واحد وثلاثين طول كرم وقلقيلية تلاتين أما سلفيت سبعة وعشرين درجة مئوية أريحة تمانية وثلاثين بيت لحم سبعة وعشرين الخليل ستة وعشرين والآن ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى المحافظات الجنوبية ونبدأها من غزة تسعة وعشرين دير البلح تلاتين خنيونة تسعة وعشرين وأخيرا رفاح تلاتين ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواصم العربية والعالمية اشتركوا في القناة هنا مشاهدين وصلنا لنهاية النشرة الجوية والآن عود إليك وديعي شكرا لك نتالي عفوا في نهاية هذه النشرة مشاهدين أن لم يتبقى سوى التذكير بأبرز العنوين أبناء شعبنا يشجعون جثمانية شاب الحمايدي والطفل أبو النجا جنوب قطاع غزة الحمد لله يؤكد أن شعبنا ملتفون حول موقف سيد الرئيس المتمسك بالثوابت ولن نقايد على حقوقنا موسيقى قناة إسرائيلية تؤكد تضاؤل فرص نجاح صفقة القرن بسبب المواقف الصلبة لسيد الرئيس والقيادة الفلسطينية شكرا لكم على المتابعة دائما أبدا بإمان الله